التعليم الفني ونحط التعليم الفني بين قصين وزي ما كنا نتكلم مع حضراتكم النهاردة من بداية الحلقة تاريخ التعليم الفني في مصر لسنوات طويلة جداً ما كانش واخد حقه ولو فكرنا كده واحد واخد تبلوم فني في أي حاجة أو في أي تخصص وطلع من المدرسة وراح يقدم في أي شركة عشان يشتغل فيها يا ترى هيقبلوه هيحددوله مرتب شكله إيه هيفضل كام سنة يدور على وظيفة ومش هيلاقي في تخصصه أو في الحاجة اللي يتعلمها عشان بالنسبة للناس وللمجتمع هو واحد ما كانش بيذاكر كويس ما جابش مجموع في إعدادية فبالتالي دخلوه تعليم فني وهي دي كانت سمعة التعليم الفني في مصر لكن النهاردة وفيه طفرة جديدة وخطوة جديدة بتحصل في تطوير التعليم بشكل عام لكن مستقبل التعليم الفني في مصر ابتدى يخطو خطوات إيجابية هنتكلم حضراتكم النهاردة أكتر عن فكرة المدارس التكنولوجية التطبيقية اللي بالشراكة مع كتير من الشركات ورجال الأعمال والمستثمرين لمستقبل أفضل في التعليم الفني سيدني وشرفني وجود الأستاذ أحمد العشماوي وعضو اللجنة الاستشارية لتطوير التعليم الفني صباح الخير يا أستاذ أحمد أهلا بحضرتكم نورنا أستاذ أحمد بنورنا الله يخليك شكرا في البداية أحب أسأل حضرتك وأكيد المشاهد يعني أول حاجة أعيز يعرفها الفرق بين المدارس التكنولوجية والمدارس اللي احنا بنقول عليها مدرسة الصنايع اللي كنت بكلم عن نوهبة في مقدمة البرنامج بقول لها اللي بيتخرج ما بيقولوش معادي بلون بقولو معادي بلون بالنون فإيه الفرق ما بين المدارس التكنولوجية والمدارس الصناعي المدارس التكنولوجية التطبقية الجديدة اللي احنا الوزارة دخلتها لسنة اللي فاتت هي مدرسة فنية صناعي عادي أو زراعي أو فندوقي أو تجاري حسب التخصص اللي فيها لكن الفرق الأساسي الشراكة مع القطاع الخاص أو مع رجال الأعمال ده الفرق الكبير يعني طبعا غير أن فيه تركيز أكتر على الجودة تركيز أكتر على المعايير الدولية في الدراسة وهي زي ما تقول البداية للتطوير ككل يعني المفروض المدارس دي هتبقى مدارس نمازوجية تحاول بردك ترفع من مستوى المدارس التانية السنوي الصناعي يتم تطوير باقي المدارس طبعا حضرتك بتقول الحاجة الجديدة هي الشراكة مع الشركات أو المستثمرين ده فرق في إيه في المدارس يعني الخطوة دي فرق في إيه أولا الفرق الأساسي أن احنا في قبل كده في الفترة اللي فاتت المخرجات بتاعت التعليم الفني عامة ما كانتش مواكبة لإحتاجات العمل فزي ما حضرتك قلت في المقدمة الطالب بيتخرج واللي ممكن يكون درسه في المدرسة مش بالزبط زي الصناع درس نظري درس نظري وحتى لو في عملي برضك يكون التطور في الصناع أسرع بكتير صحيح التكنولوجيا والتصدير وكلا فممكن يكون التطور أسرع بكتير فممكن ما يكونش محتاجة فالأساس أن احنا إزاي نطلع طالب فعلا المهارات اللي هو بيطلع بيكتسبها في المدرسة محتاج هنا في سول عمل فالشراكة هنا أن الشريك بيشارك من أول ما بيحدد المواصفات المعايير أنه هو عايز الخريج يعرف يعمل إيه وشكله إيه وإمكانياته إيه وجدارات اللي هو لازم يكتسبها هي فبنشتغل مع بعض من الأول خالص بدل ما يسألوا في الانتروفيو مثلا أنت تعرف تعمل كذا فعندك فيقولوا لا يبقى خاصة شفق بول فده الأساسي والحاجة الأساسية كمان أن الجزء كبير من التدريب يمكن أكتر من 50-60% بيحصل في المصنع أو في الشركة بتاعة الشريك فهنا هو الاكتساب العملي فعلا والطالب أو الطالبة بينتجوا مش بس بيتدربوا كان هو ده أستاذ أحمد اللي احنا حكينا فيه كتير قبل كده فكرة يا جماعة عايزين التعليم يبقى مرتبط بسوق العمل خاصة فكرة التعليم الفني لو حركت بسطلنا الموضوع النهاردة يعني لو حد بتفرج علينا وإيه بني ودخل المدرسة التكنولوجية دي يعني يبقى وقته عامل إزاي بيروح الصبح على المدرسة ولا بيروح الصبح على المصنع وغالبا هيحصل إيه بعد ما يتخرج أو يخلص هم ثلاث سنين صح؟ ثلاث سنين وفي مدرس خمس سنين في مدرس خمس سنين وفي مدرس ثلاث سنين الفكرة برضا كان عايزة بس أزود حاجة مهمة إن الشراكة ثلاثية يعني الوزارة كشريك حكومي والمستثمر أو الشركة كشريك تعخص بس برضا عندنا شراكاء شراكاء كمان مش لازم يكونوش قطاع خاص فيه شراكاء من الجهات الحكومية أو القطاع العام حسب الشركة يعني بس الأكبر هم القطاع الخاص والشركة الثالث ممكن تكون جهة دولية أو محلية مسؤولة عن الجودة وعن المعايير الدولية عشان تبقى برضاك فيه شهادة معتمدة من جهة دولية دائما فارق عندنا موضوع الجودة ده يا فرق نحن خريج الشهادة بتاعته مش بالجودة المطلوبة يقول لك أنا خريج كهرابا ييجي يبقى ييجي الكهرابا يروح مولى على البيت كله يعني فما فيش فكرة الجودة يعني ده المثلث اللي احنا شغالين عليه في المدارس التكنولوجية التطبقية نحن نشتغل على المنظومة كلها وحتة الجودة فأرجع لسؤال حضرتك الطالب أو الطالبة بيقدموا في المدرسة وفيه اختبارات من الأول يعني اختبارات برضا مش بس بنعتمد على اختبارات ايه فانده حول حضرتك مش بس بنعتمد على النتيجة في الأدادية طبعا بناخدها في الاعتبار مجموعة ايه سوز أحمد يعني يعني احنا بنقبل 220 أقل حاجة أقل حاجة في المدارس مدارس دي فالنتيجة اختبار عربي وانجليزي ورياضيات وطبعا كمان في تخصصات لازم يبقى برضا فيها موصفات معينة يعني موصفات بدنية ممكن تكون يعني بتعمل زي اختبار زي الحدادة مثلا اه الكهرباء لو فيه مثلا عمق ألوان او كده هم ما ينفعش يعني فيه حاجات كده لازم لاختبارات وبيحصل انتروفيو كمان ده ما كانشو موجود في النظام القديم بيحصل انتروفيو بيبقى فيه لجنة من الغزارة ومن الشريك الأساسي في المدرسة والجهة التالتة الشريك التالت الشريك الدولي او الانجي او المحلية او الجامعية فبنشتغل بنختار الطالب او الطالبة وبتدي بقى نشتغل معهم في الدراسة بتبقى ما بين المدرسة زي ما قلت وما بين الشركة او المصنع حسب الكطاع نفسه فيه كطاع بنشتغل انهم بيقوا ثلاثة ايام في المدرسة وثلاثة ايام في المصنع والشركة لكن فيه شركات تانية حسب نواية الانتاج بتاعتهم والدورة الانتاجية ممكن يكونوا عايزين الطلبة في فترات اكبر شوية على بعد فنسميها بلوك يعني ممكن يوحي يقعد شهر في المصنع ويرجع يقعد شهر او فترة معينة في المدرسة بس الفكرة ان النسب متحددة من الاول القدقية النظري وقدقية العمل المدرسة برضك فيها عملي مش بس نظري لان احنا قبل ما نوضي المصنع لازم نتمن انه عنده او هي عندها الاساسيات يعني ممكن عشان برضك المصنع ده ببقى فيه حاجات تكاليف وحاجات فلازم يبقى عنده الاساسيات قبل ما يبتدي يروح يقف على مكانة ويقف على مكانة ببلاش ببلاش الطالب بيقف لا الطالب واثناء ما هو موجود في المصنع بياخد مكافأة يعني مكافأة كأنه بيشتغل بس حتى لو حاجة أقل طبعا أقل لا لكن بياخد طبعا وفيه شركات بتدي أكتر من الحد الان الوزارة المحددة والمناهج اللي بياخدوها حاجة بتقول لازم يكون عندهم الأساسيات بما أننا بنبدأ خطوة جديدة المناهج اللي بيدرسوها نظريا أعتقد أنها مختلفة للوقت التناسب اللي هما بيدرسوه عملي في المصنع طبعا هي المناهج في المدارس دي وكمان احنا بتدينا حتى في المدارس التانية في الوزارة حتى بتدينا نطور المناهج زي ميقول حسب الجدارات بمعنى أن الأول كان امتحانات عادية بدرجات هنا لا لازم نتأكد أن الطالب يعرف فعلا يعمل الشغلانة دي بالجدارات أو بالمعايير اللي تحددت قبل ما نحط المناهج فعلا ولي ما فيش حد هيقدر يعمل الشغلانة دي يعني نص نص لا يقدر يعملها بالكفاءة فعلا اللي تحددت من الأول فالمنهج ده حسب الجدارات تتغير في المدارس دي وابتدينا حتى في المدارس التانية ستطبق السنة دي في مئة مدرسة من المدارس التانية حرك قلت في كلام حضرتك الولاد والبنات بس دايما نحن عارفين أن الصناعات والحاجات دي محتاجة الولاد الكهرباء الحدادة الحاجات عايزين البنات عندهم الدقة أكثر فلا مفتوح معظم المجالات ودلوقتي حتى المدارس التكنولوجيا التطبيقية أكثرها مدارس مشتركة نحن عندنا كم مدرسة أسوز أحمد دلوقتي التكنولوجيا التطبيقية نبتدينا السنة اللي فاتت بتلات مدارس والسنة دي بقم حد عشر فين الأماكن يا فندا على قد بنفتكر طبعا يعني معظمهم حاليا في القاهرة الكبرى لكن مثلا عندنا في الشرقية تنين عندنا في مدينة السلام في مدرسة العبور الشروق القاهرة يعني لكن في خطة توسعية وإن شاء الله نروح محافظة أنا زورت أنا أتقد أن أنا زورت المدرسة بتاعت السلام وفيها حدادة هناك أنا معافش هي ولا حاجة زيها احتمال اللي بتاعت السلام هي مدرسة إلكترو مصر هي في الكهرباء يعني لا اللي أنا زورت دي كانت في الحدادة لكن وقت نفس الفكر اللي حرك بتتكلم فيه الطلبة وكنت بقول ده معهبة في مقدمة الحلقة بيجي لهم شغل وهم لسه في المدرسة بيتعرض عليهم مرتبات كبيرة وهم لسه في المدرسة ما نقول الشركة وفابي بموجودين على طول الشركة عندها يعني بتختار من الوقت وفيه شركات يعني فيه شركات احنا دخلنا تخصص جديد اللي هو إدارة المرافق للمنتجات السيحية والقومباونس وكده هو معزين مجموعة يبو مسوينا عن الصيانة صحية ومع شركة كبيرة في مجال التطوير العقاري في القاهرة الجديدة المدرسة فدولة الشريك اشترت أنه يمدي معهم عقود عشان يدمع أنهم يشتغلوا وده حيحفز يعني لأن فيه بعض الطلبة عايزين يكملوا تعليم يعني هو طبعا المصار مفتوح دلوقتي بالجامعات التكنولوجية اللي الوزارة التعليم العالي فتحت منها ثلاثة السنة دي ما نقدرش يعني المصار سوء عمل محتاج الحامل بس ده المصار المحدد يعني الكليات التكنولوجية اللي اتفتحت جديدة هي دي بس اللي يقدروا يكملوا فيها ولا في حاجات تانية ممكن الجامعات التانية ممكن بنسب حسب المجموع بتاعهم لكن ده المصار الطبيعي دلوقتي يعني يكمل في نفس المجال بتاعه لكن ممكن يخش طبعا جامعات تانية بعضهم حركة صح زي الأباء والأمهات أن هم يعني يزوق أولادهم على القصة دي أو يحكلهم عنهم لأنه يبقى الطالب لسه في عداد لسه برضو شخصيته ما تكونتش زي بابا وماما في البيت يعني ما يقولوش اه دخلينه صناعه وخلاص مدرس تكنولوجيا عظيمة يعني يعني برضو في مصر دخلت بعض الحرف في الفترة اللي فات زي اللحم تحت المية واللي بيها يشتغل عدد كبير جدا من الناس برضو موضوع حتى في مجال الهندسة حفر الأنفاء احنا عندنا حاجات جديدة دخلت مصر في الفترة اللي فات زي نشجع ولادنا ونزقهم في الطريق ده بص حرارتك هي يعني لازم نشتغل على كذا محور في رأي أول حاجة أن احنا فعلا نحسن من جودة المدارس دي يعني الجودة هي فعلا اللي هتتكلم عنها تاني حاجة الشراقة مع الكطاع الخاص الأولياء الأمور لما حيشوفوا أن في فرصة عمل جهزة وموجودة يعني وفعلا اللي اقبال على النوعية دي من المدارس أكبر بكتير فده واضح فالجودة زي ما برجع برضا احنا في مدرسة بتاعة الدومبوس كل تبع أي طبع عروفها بس ده عشان الجودة بتاعتهم عالية جدا وعليها طلب كبير فالفكرة أن الجودة لازم تكون أول حاجة طبعا تغيير ثقافة المجتمع عمتا عن التعليم الفني دي لازم نشتغل عليها بس حرك بتكلمنا هون فيه إقبال كبير فيه إقبال كبير اللي شعورهم بالجودة نفسها بتاعة التعليم وإن ابنه ممكن يعني يبقى لسه في المدرسة أو أول ما يخلص مدرسة على الأقل فكرة الوظيفة دي موجودة وبشكل كبير لا فيه إقبال دي ما أقول حضرتك حتى نواية العائلات أو الطلبة اللي داخل يعني مثلا في المدرسة احنا عملينها في التكنولوجيا المعلومات مع شركة متعددة الجنسية شركة كبيرة في مجال الـ وكده وكده معظم الناس اللي قدمت أو اللي تقابلوا كانوا مدارس خاصة مدارس أجنبية المدرسة بتاعت ايجيبت كولد التكنولوجيا تطبيقية للحلية والمجاهرات ناس كتير ايجيبت كولد كان فيه حاجة اسمها حاجة كول كان عملها الرئيس مبارك أعتقد المشروع المشروع كان مشابه كمان هكلم حضرتك علي بس أنا أقول التجربة المدرسة بتاعت الحلية والمجاهرات أن تقدم لهم طلبة من المدارس الدولية في الأول وكده بعدين زورتك أولياء الأمور كان عندهم شوية ندخل مدرسة في الآخر هي مدرسة فني وكده صعيح وبعد ما أقدمو لها في مدارس تاني رجعوا وعايدين يدخلوهم بس كان العدد اكتمل بتاخدوا عدد اميق زحمة تقريبا حتى لو حنادفع فعفوك كل المدارس مجاني مفيش فضال لا أنا بس أسأل على العدد عشان الناس يعني حين ممكن حد يقدم يقول لك خلاص أنا بكتفي بمية بمتين ويبقى نفس تتقدم العدد عامل لأن نطبع المعايير الدولية فما ينفع شي يبقى في الفصل أو المنوعة أكتر من 20 25 وهم كمان بيدرسوا مجالات ندرة ولازم الجزء العملي ده مهم ولازم يبقى فيه معدة يدار يتضرب عليها مش يعني كل واحد يدار يتضرب عنده شي يستنى دوره احنا قرينا على موضوع الحلية والمجوهرات ده وده برضو حاجة عظيمة يعني احنا عندنا المهنة دي أو الصنعة دي بتتورس في مصر واحنا عارفين بقى الساغة والمنطقة الساغة دي في وسط البلد هي اللي بتعلم ده لكن المدارس كمان عندكم بتعلم ده طبعا وده الفكرة كمان في الشراكة مع القطاع الخاص يعني هم عارفين القطاع بتاعهم ده مثلا تخصص جديد ما كانش موجود في الوزار والطلب من القطاع الخاص نشتغل مع بعض لكن ده حاجة متخصصة جدا يعني هم طبعا ساعدوا في المعدات وكده لكن المواد الخاملة اللي احنا محتاجينها عشان التخصص ده يعني فيه دهب وفيه فد وكده احنا ما نقدرش نعملها في الوزارة فهي بتتعامل مع الورش في الورش في الفترات الأخيرة كان على يعني الدهب الإيطالي دهب السويسري الديزاين المختلف اللي الناس مش بتعويد عليه والشركة يعني الشريكة في المدرسة دي من أكبر الشركات في المجال ده وبيصدروا وبيصنعوا للسوق كله فالمستقبل للولاد والبنات تولد أنا عايزة فاندم بردو نركز مع الناس على فكرة أن المدارس دي هتعمل بما يسمى تصدير العمالة للخارج يعني كمان اللي مش عايز أصلا يشتغل في السوق المصري السوق بره يعني خاصة في أوروبا يعني في أوروبا يقولك مثلا لو حرك قدمت هناك ورق أن أنت تقعد غالبا هيترفض لكن لو واحد مثلا حداد قدم ورق واثبت بالفعل نحن عاوزين العكس يعني نعمل المدارس دي عشان نحن نستفد بالمعارضة نحن نستفد خير للغلد وخير للمواطن يعني سواء قعد أو سافر عندنا الأعداد تستوعب السوق المحلي وكمان نصدر عمالة يعني فيه تقريبا 850 ألف شخص بيخشوا يعني السوق العمل كل سنة ومعظمهم من التعليم الفني فالفكرة أنه نحن نقدر بس هنا بقى بقى الاعتماد أو الشهادة الدولية أنها تبقى معترف بها وحتى مش بس في أوروبا طبعا أوروبا في بلاد كتير محتاجة بس حتى في الخليج لابتدهم برد كيمشوف للاتجاه ده أن العمالة عندهم تبقى معتمدة وكلا فدى توجه ده حرج بتقول أنه في جهات خارجية فالجهات الأجنبية دي بالأولى أنها تدينا فكرة التمكين أنه نحن تكون الشهادة معترف بيها يعني لما يروح حد يروح إلى الولايات المتحدة أو يروح أوروبا أو أي مكان ما يقولوش لازم تاخد شهادة وتقعد ست شهور ويتعطل ست شهور وهو قريدي شاطره فيها لا لا وده اللي شغالين عليه إحنا كوزارة يعني شغالين بقوة مع جهات دولية زي الاتحاد الأوروبي المعونة الأمريكية دولة ألمانيا فيه مشروع كبير كان في زيارة سيات الرئيس السنة اللي فات اتمضى يعني اتفاقية دكتور طارق شاو اتمضاها مع الشريك الألماني لفترات طويلة وده يرجعني بردك لسؤال حضرتك اللي حالك سألته بالنسبة للتعليم المزدوج اللي هو كان اسمه مبارك مبارك كول وده كان في منتصف التسعينات ألمانيا دعمت مصر أنها تدخل النظام ده لأنه ده النظام اللي شغالين به في ألمانيا من زمان وفي معظم أوروبا الغربية هو المدارس التكنولوجية التطبيقية هي نظام من التعليم المزدوج حاليا المصري فالتعليم المزدوج بس هو بيخاطب الشركات اللي هي نسبياً أصغر شوية من اللي احنا بنشاركهم في التكنولوجيا التطبيقية يعني مثلاً لو شركة ما تقدرش تاخد أو ما عنداش توسعات أو ما تقدرش تاخد 200 طالب تتدربهم وتشغلهم بعد 3 سنة فممكن شركة صغيرة تكون مثلاً محتاجة 15 20 فهما بيروحوا للتعليم المزدوج نستخدم من الشركات الصغيرة والشركات الكبيرة والشركات الكبيرة وحتى كمان احنا في التعليم التكنولوجيا التطبيقية ممكن شركتين 3 يشاركوا مع بعض وعندنا النموذج ده في مدرسة في بدر شركتين واحدة حتى قطاع خاص واحدة قطاع عام شاركوا مع بعض وبيديروا المدرسة مع الوزارة طيب الدولة دلوقتي في خطتها او في خطوات لان احنا نكون دولة يعني مصنعة يعني قطاع الصناعة كان محتاج لتفرط احسن فيعني تقييم حضرتك برضو لمكانة ودور المدارس الجديدة التطبيقية التكنولوجية دي ان تكون شريك او تكون سبب او تكون عامل من عوامل تحول الدولة الى دولة صناعية طبعاً يعني يعني احنا طبعاً عندنا صناعة من بل بس هي التطور الكبير وطبعاً جذب المستثمرين احنا عندنا صناعة كتير قفلة احنا نحن النهاردة سيادة ريسكن بيشجع الصناعات الصغيرة والشباب عشان الناس كمان توفق اوضاعها وتفتح مصنعها مرتين طبعاً فهي حتى اي مستثمر محلي او تولي اول حاجة بيفكر فيها العمالة هيجيب العمالة فين وهل هي مدربة ولا لا فده حاجة اساسية فعشان كده لازم نشتغل نشتغل كان عندنا ميزة وعيد كان عندنا عمالة رخيصة ولكن غير مدربة فحركة لما اضيف ليها فكرة التدريب ده بيساهم كتير جداً نريد برضا حركة تشرح لي فكرة ازاي نغير وانحنا نتكلم على فكرة الجودة ازاي الخريج يبقى عنده العقلية بتاعته مختلفة انا مش رايحة عشان اكل عيش وخلاص في المصنعه صناعيهم يعتبر عليه صناعي او حاجات كده لكن هو صاحب رسالة وصاحب خبرة ومثقل بالدراسة ازاي نخرج الخريج بهذه الجودة وبهذا الشكل ده سؤال مهم جداً وده كمان حاجة من اللي احنا مركزين عليها يعني احنا مش بس مركزين على المهارات الفنية احنا كمان بنبني شخص متكامل يعني المواطن معتز بنفسه صحيح وفخور بالشوق ده ده اساس يعني احنا عاملين قسم للطلبة اللي بيخشوا للتعليم المزدوج وفي فيديوهات موجودة على البتاقي يعني مثلا كنا قريب حصل معسكر بداية السنة في مدرسة السويدي للتكنولوجيا التطبيقية في ديارب النجم في الشرقية عملوهم معسكر وحاولوا يعني يدخلوا فيهم الجزئية دي بتاعت انه هو يبقى فخور بالشغلانة بتاعته ودوره في المجتمع يعني وده كل اللي احنا شغلين عليه طبعا هياخد وقت بس ده اللي احنا شغلين عليه كمان عشان تغيير النظرة المجتمعية للنوعية دي من التعليم وده اساس لأن يعني ما فيش دولة حتتبني من غير العمالة المدربة ده اللي نعيسنا سداني وده اللي بيتعامل مع الطلبة حضراتكم بتقوموا بالدور ده لأن احنا نخرج طالب أو عامل لأنه عامل دي مش عيب أبدا اللي احنا نقوله عامل ماهر يقدر يفيد بلده ولكن النظرة المجتمعية كمان محتاجة شغل يحتاجين نشتغل على المجتمع عشان غير نظرته للتعليم طبعا طبعا من وجهة نظر حضرتك برضو نبتدي منين نحن نشتغل بدري قوي من دلوقتي مع الناس زي ما قلت احنا احنا مش هنقدر نقنع ناس بحاجة غير لما احنا نظبط الجودة بتاعتها وفعلا يعني ما نقدرش نبيع بضاعة مخشوشة هي لازم فدي البداية بس بالتوازي في حاجات كتير ممكن نشتغل يعني أنا عندي دايما مثال بشوف حتى من الدوق يعني مثلا في انجلترا فترة من الفترات كان فيه فترة اقبال قليل جدا على الممرضات ما كانوش عايزين يشتغلوا في المجال ده وقعدوا يبحثوا نعمل ايه نعمل ايه الدراما لها دور تدوا يعملوا مسلسلات ويبقى فيه دور الممرضة فيه بارس شوية ويحطوا اللوجوهات بتاعة المستشفيات الحكومي على اللبس الممثلات فالدراما لها دور احنا بساعات ممكن نكون بنشغالين ويجي مسلسل أو تيجي بتاع ولا أنا مش هجوز بنتي العامل زي ده يضايع اللي احنا فدي يعني محتاجين كلنا نشتغل فيها لازم المجتمع كله يكون واعي حتى فكرة النظرة للآخر زي ما حضرتك بتقوى وبنسبة الممرضات احنا كان عمدنا بما يسمى بجودة يقولك ملاك الرحمة في المستشفيات زي ما كنا نشوفها في الأفلام الأبيض واسود الشياكة والجمال والتعبيرات الجميلة اللي بتخرج منها النهاردة بنشوف يعني مستوى أقل بكتير جدا من اللي كان موجود فهي دايما فكرة البحث على الجودة زي ما حركبت يعني أنا بس ددي مثال لك أن هي لازم المجتمع كله يشتغل عليها الإعلام والصانع الدراما يعني أولياء الأمور لازم كمان يعني مش كفاء أن احنا بنخاطب يعني فيه حتى برامج يعني برامج بتعملها الشركاء الدوليين أن هما ممكن كمان بيروحوا في إعدادي يعرضوا مميزات التعليم الفني للطلبة قبل بس لازم كمان أن أولياء الأمور يشاركوا في العملية دي لأن هما اللي بيأثروا على القرارات دي في الأقوة احنا بنشكر حضرتك جدا أستاذ أحمد العشماوي عضو اللجنة الاستشارية لتطوير التعليم الفني ربنا يوفقكم ونتمنحنا في الفقراء يعني في الأيام اللي جاي بقى ولا في الشهور لما يبقى فيه خريج نتقابل بقى مع الخرجين ونسمع منهم بقى الكلام الحلو ونشجعهم طبعا شكرا لوجود حضرتك معي شكرا نخرج دلوقتي مع حضرتك الفاصل وبعدها نرجع نتابع الفقرة الأخيرة في حلقتنا النهاردة و30 عام على توقيع وصيقة حو الطفل ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة